وأسعد باستضافة سيد محفوظ حرزلي رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك أهلا بكم أهلا بكم مرحبا إذن سيد محفوظ حرزلي كما تبعنا القضية التي هزت الرأي العام الخاصة بحجز 1 طن و700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة كانت مواجهة للمطاعم وصناعة النقانق المعروف المرقاز وشيش كباب تحايل هذه الوجبة يعني ما يعرفش المواطن المستهلك إذا كانت هذه اللحوم فاسدة أو غير فاسدة في هذه الحالة مصالح الملاقبة لدى وزارة التجارة كشفت عن هذه القضية يعني نشوفه فيه تحايل ماكر يخلي المواطن الجزائري يستهلك لحوم فاسدة أولا يعني نتكلم على هذه الظاهرة يعني انتشرت بقوة وهذا رجع إلى اللامهنية في التجارة للأشخاص نحن نلاحظ أن هذه الظاهرة أصبحت نحن نشوفها ربما رهي أسبوعيا أسبوعيا ونشوف أنه فيه فيه بعض خاصة يعني بالنسبة لللحوم والدجاج نحن نشوف نظاهرة في تبسة كذلك وين كذلك ممثل عن الاتحاد الوطني جمعية حماية المستهلك لتبسة ثانية كانت أعطاء ثانية يعني معلومة فيما يخص فيما يخص دجاج موجه إلى إلى التنامير المدارس يعني هذه الظاهرة أصبحت أصبحت يعني نشوفوها أسبوعيا وهذا رجع أولا اللوعي بالنسبة للتجار كذلك الربح السريع على عاتق المواطن البسيط كذلك هو احنا ما نقولوش مكيش رقابة لكن فيه تحايل تحايل من طرف التجار من طرف البائعي هذه اللحوم وإحنا كذلك نشوفو أنه علاش احنا نتكلموه على اللحوم تكلموه على الدجاج لأنه خطورة هذه المواد بالنسبة لصحة وأمن المستهلك الجزائري ونحن نشوفوها يعني ما نشن في منأة عن هذه الظاهرة ولكن ترجع إلى الضامير المهني وترجع كذلك لأخلاق وتربية بالنسبة للتجار الأخت إيمان يعني نشوفو احنا لكن نشوفو عفوا لما نشوف يعني واحد طون سبعمائة كيلوغرام من اللحوم فاسدة يعني هتساءل يعني ربما هذا الحجم هذا الكمية الكبيرة من اللحوم في المقابل غلاء الأسعار في القصبات نشوفو أنه الجزائري البسيط مسكين ما يقدرش يعني يستهلك كيلو واحد من اللحم يعني في الشهر لو هذه اللحوم فاسدة واستهلكت يعني المواطنين يعني كيفاش رح يكون الحالة بالنسبة لصحة المواطنين يعني نشوفو يعني تدعيات استهلاك هذه اللحوم يعني نلاحظ أنه ربما كان فيه ثم ربط الاتصال مع سيدة فايزة ضيافية اللي ربما بالطبيبة البيطارية رح تأكدنا ربما كيف يمكن أن تؤثر هذه اللحوم الفاسدة على صحة الجزائري ربما رح تكون فيه إصابات كبيرة وتكون فيه يعني تسمومات غذائية كبيرة ورح هذا يرجع بالدرجة الأولى إلى الخزينة العمومية هذه أولا ثانيا إلا كان فيه استهلاك هذه اللحوم رح تأثر أولا بالنسبة للمستهلك الجزائري وكذلك رح نلاحظ أنه إلا كان ما فيهش رقابة صارمة وما تكون فيه إجراءات ردعية بالنسبة لهذه التجار رح يكون فيه ربما كذلك تحايل آخر من طرف بعض الجزارين بعض التجار اللي رح نلاحظهم أن الربح السريع حتى على عاتق المواطن الجزائري حتى على عاتق الأمن وصحة المواطن الجزائري وهذا اليوم يخلينا لازم نكثف من الرقابة لازم يكون دور لجان الرقابة من طرف وزارة الفلاحة من طرف وزارة التجارة وكذلك حتى المواطن في حد ذاته لازم يلعب الدور التعوى في الرقابة الذاتية وهذا ما ندعو إليه قبل أن نتطرق إلى موضوع الرقابة الذاتية وتقافة المستهلة كيف يحمي نفسه في هذه الحالة من التحايل أو من مكر المسؤولين سواء على مستوى الجزارين أو على مستوى الموزعية اللحوم أو حتى على مستوى المذابح نتحدث عن نقطة مهمة اليوم الجزائري رو يتساءل هل فعلا تم استهلاك لحوم فاسدة بما أنه ربما يوزعوها مباشرة إلى القصابات ليتم استهلاكها لأنه ربما تكون علامات واضحة على أن هذا اللحم فاسد اليوم فيه تحايل طريقة أخرى للمستهلك يتناول الجيفة كما نقول بالعامية في هذه الحالة يعني على مستوى النقالق المرقاز يعني ما تعرفش محتوى دياله أيضا الشيشكباب يعني تلقاهها طيب ما تقدرش تعرف أسكي فاسد ولا ماشي فاسد في هذه الحالة يعني نتحدث عنه يعني المواطنية تساءل أين هي دور الرقابة وهذا نحن نقوله نتكلمه على محتويات هذه المواد اللي رأي تصنع داخل المحلات وحتى ربما داخل المحلات ما كانش فيه نظافة يعني نلاحظوها ونقولوها بكل صراحة اليوم رأنا نشتري هذا الحم هذا رأنا نشريوه نروحوا الأماكن ونعرفوا فيه كهي نظافة والناس عندهم يعني حتى الضمير المهني عندهم هذه رأنا نلاحظوها كلنا لكن هذا الغش يكون فيه بالنسبة للناس اللي رأي تعمل كما نقوله نحن هي إليسيت يعني تعمل فيه الخافاء فيه الخافاء وخاصة للمطاعل خاصة هذه اللحوم والدجاج الموجهة للمطاعل بحيث أنه تكون يعني بكمية كبيرة وما تظهرش خاصة نتكلمه على المرقز المرقز اللي رأه ظاهرة كبيرة ويعني نتكلمه عليها أنه فيه خطر كبير بالنسبة لهذه المادة يعني من حيث أنه التركيب التحى التركيب التحى علاش يكتروا يعني يكتروا التوابل التوابل باش باش اللح اللي كان فاسد ميبانش أنه فاسد لأنه التوابل هي اللي تغطي على رائحة هذه اللحوم الفاسدة وهذا راجع نحن نتكلمه على الرقابة نتكلمه على الرقابة بالنسبة للمحلات اللي راهي ظاهرة يعني في العالم وعلى الشوارع ربما هذه ترجع إلى إلى كين لجنة مختلطة بين وزارة الفلاحة ووزارة ووزارة التجارة فيما يخص رقابة هذه الجزارين يعني القصابات يعني فيها لجنة مشتركة وكذلك منسوج دور لجنة البلدية اللي هي متكونة كذلك من بيطاري بيطاري ومراقبة بالنسبة ل مراقبة مفتش التجارة وعدة قطاعات تدخل في إطار هذه اللجنة اللي راهي تراقب الأسواق الجوارية وخاصة المحلات التي توجد عبر البلدية عبر البلدية وهذا يخلينا ربما رح نزيد أن ندعم هذه الليجان البلدية الخاصة بالنظافة والصحة بالنسبة للمواطن في البلدية في بلدية أو في المواطن يعني في النحية المحلية كذلك نحن نلاحظ أنه ربما كان فيه رقابة إلا في المذابع ونحن نعرف أنه فيه مذابح فيه مذابح غير معلانة عليها ربما الناس راي تذبح خارج المذابح الرسمية وهذا اليوم لازم أنه يكون لازم يكون فيه ثقافة لدى المواطن فيه تبليغ تبليغ هذه المذابح اللي تكون إليسيت يعني في مكان في أماكن يعني مخفية وما هيش ظاهرة بالنسبة للرقابة هذه اللي لاحظناها كل مرة نلاحظوها أنه مصالح الرقابة تضبط أو تحجز هذه المواد سريعة التالف يعني كنت كلموا سريعة التالف يعني كنت كلموا على اللحوم والدجاج خاصة نحن نعرف أنه يعني الخطر الكبير هو في اللحوم لأنه تحتوي على بكتيريا ويكون انتشار بكتيريا بها سريع هذا خلينا اليوم لازم يكون وعي وإدراك من طرف المواطن بحد ذاته لأنه وشنا نلاحظه ربما نشوفه أنا في الأسواق في الأسواق الناس يعني صراحة هو في سعر سعر اللحم اليمرى هو غالي يعني 160 ألف 170 ألف الحم يعني سعر غالي ويعني الناس باش تشري هذا الحم يعني نشوفه الجزاري الناس مينش تذبح بزيف يعني نقولها بكل صعب مينش تذبح بزيف الجزاري مينش تتبع لأنه الإقبال المواطن على هذه هذه اللحوم يعني قليل لأنه كان فيها عامل ارتفاع الأسعار مينما يضطر التجار أو الجزارين إلى الذبح بعض يعني فيما يخص البقر أو يعني الغنمي هذا يخلينا اليوم باش يوجه لاستهلاك إلى المطاعم وهنا يكون فيه التحايل وتكون ربما الكمية الكبيرة التي تكون يعني مخزنة راح راح تأثر لأنه يكون مدة تخزينها يكون أطول وهذا يخليها باش تفسد وهنا يتوجه مباشرة عن طريق المرقس يعني نقولها عن طريق المرقس أو عن طريق فيونداشي يعني يعني اللحم المطحون هذا يوجه مباشرة إلى المطاعم ممتاز ربما هذا النقطة التي تخلي ما تسأل ربما هذا التوجه إلى التحيل لتوزيع اللحم الفسدة على مستوى المطاعم هل هذا راجع ربما لثقة هؤلاء المهربين أنه الرقابة ضعيفة على مستوى المطاعم حتى يخلي ربما هذا اللحم توجه للمطاعم عوض أن توجه للقصابات ونفيق المستهلك بأنه هذا لحم فسد يعني صراحة هو السعري العبدور السعري العبدور بالنسبة للمطاعم وربما هذا ربما فيه كومبليسيتي يعني كين فيها ربما فيها إجماع ما تتقصدون هنا بالسعر هي في إجماع يعني في المطاعم تبع بأسعار رخيصة لا حتى هو اقتناءها وشراء تحها من طرف هذا التاج المتحايل ربما فيه اتفاق اتفاق مبدئي من الأول أنه أنه هذه السلعة هذه السلعة تكون نجيبها لك بسعر هذا لأنه لأنه عندي كمية كبيرة في المخزون التاعي نجيب لك السلعة هذه أو كذلك التحايل مباشرة من طرف الموزع في حد ذاته فيه تحايل هو اقتناء هذه اللحوم وتخزينها ويكون مدة التخزين تحها أطول وما عنده شروط التخزين وهذا راجع كذلك إلى سلسلة سلسلة التبريد اللي نلاحظ أنه من المفروض أنه حتى في النقل في النقل هذه المواد الغذائية اللحوم تكون في إطار شروط وتكون فيه سلسلة تبريد منتظمة ويكون فيه حتى النقل التحى حتى يكون فيه يعني شاحنة شاحنة خاصة بالله نلاحظ أنه النقل التحار نشوف كان فيها سيارات غير مختصة في نقل اللحوم نلاحظ أنها تصير في الشوارع لأنها كانت صراحة كانت في توقيفهم عن طريق الدارك الوطني ونلاحظ في الحواجز نشوف أنه بعض اللحوم اللي نلاحظ في باسينة المرقاس في باسينة في شاحنة صغيرة يوزع على مرأة كل الناس خاصة المواد التي يرى هي سريعة التلف من الحلويات من اللحوم من مفرومة يعني هذه كلها تندرج في أمن وصحة المواطن الجزائري المستهلك الجزائري هل يملك ثقافة حماية نفسه يعني ثقافة الاستهلاكية هل يمكن هل يملك أيضا ثقافة مقاطعة خاصة أنه لما نشوف أنه صح تراي في خطر وأنه في متحيلين رهم يديروا يعني ربما يرفعوا الأسعار وفي المقابل يخلوا اللحوم حتى تفسدوا ويبيعوها يعني ويتحيلوا فيها حتى نستهلك لحوم فاسدة هنا في هذه الحالة كيف يمكن للمستهلك الجزائري أن يحمي نفسه صاحة هي ترجع إلى ثقافة المستهلك ونحن حبينا من خلال التوعية ومن خلال التحسيس ومن خلال الحملات التوعاوية وحملات التحسيسية فيه قوافل فيما يخص تسمومات الغذائية نحن اليوم مقبلين على شهر رمضان المعظم فيه برنامج من طرف اتحاد وطني حماية المستهلك ووزارة التجارة فيما يخص التحسيس والتوعية على التسمومات أولا كذلك على التبذير كذلك رح نتكلم على حتى في تخزين هذه المواد الغذائية من طرف العائلة بحد ذاتها شراء هذه المواد الغذائية سريعة التالف مثل اللحوم اللي رأنا استهلاك التحايا يكون أكثر وأكثر وهنا يصرى فيه تحايل من طرف التجار من طرف هذه المذابح الغير المرخصة بها هنا لأنه يكون الطالب أكثر والعرض ربما يكون قليل من طرف الجزاري وكذلك لازم المذابح العمومية المذابح القانونية لازم تلعب الدور التحا لازم يكون فتح لهذه المذابح خاصة في الأيام الأولى من شهر رمضان باش ميكون فيه تحايل من طرف بعض التجار اللي يتحايل في أماكن أخرى يكون الذبح في أماكن أخرى ربما يكون الحيون في حد ذاته البقرة تكون مريضة مكاش حتى جزائري عادة ما عنده قصابة واحدة وجزار واحد يشري من عنده يعني في كل مرة يشري من عنده أحسن أن يكون فيه زبون عند جزار واحد يعني يعرف عند منه يستهل يعني مواطن يشري منه يشري من الحون من العامية يشري من القصاب حون حتى التاجر في حد ذاته يعرف كل الزبائن هنية كيف يتحيل عليهم يعني هذا هو السؤال هذا هو جوهر الموضوع اللي سأتكلم عنه إذا كان جزار يتحيل على الزبون هنية لازم تكون فيه ثقافة لدى التاجر أول وكذلك بالنسبة المواطن المواطن هنية لا يعرف إذا كان مرقز لا يعرف يعني يقول هذا بكل صراحة أي واحد يشري مرقز لا يعرف هو فاسد ولا غير فاسد إلا بعد الطهية وربما تكون فيه مضاعفات أخرى على الصحة باش يعرف ولكن في اللح ربما فيه رائحة الأول وكذلك اللون يعرف لكن فيه تحيير بعض التجار في القصابات يوضع لامبة حمرة نلاحظها في باش يبان اللح على أساس أنه أحمر ونحن اليوم نوجه نداء للمواطن هو الحيطة والحاذب وكذلك عند اقتناء هذه اللحوم لازم يكون فيه لازم يشوف الإستامبياج يعني فيها الإستامبياج من طرف المذابح العمومية باش يعرف هل هذا اللحم يعني مرخص أو غير مرخص شكرا جزيلا لكم أستاذ محفوظ حرص لرئيس الاتحاد الجزائري أو الوطني لحماية المستهلك على هذه المداخلة